مرحبا بكم متابعي القناة في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى موعد توزيع النتائج وكذلك موعد الإعلان عن النتائج أو ظهور نتائج المراقبة المستمرة أو النقطة المراقبة بالنسبة للباكالوريا وموعد إعلان النتائج وتوزيعها بالنسبة للمستويات الأخرى كما رحضنا بأن موعد الانتحانات أو تاريخ الانتحانات يظهر في هذا الفيديو في هذا الجدول بنسبة لجميع المستويات الإشهادية وموعد الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحان نيل شهارة الباكالوريا كما جاء في المذكرة الوزارية هو يوم واحد يوليوز بالنسبة لجميع التخصصات وجميع الشعب أما موعد الإعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية لامتحان نيل شهارة الباكالوريا سيكون يوم 22 يوليوز 2022 بالنسبة للمواعد توزيع النتائج ستكون بعد عطلة عيد الأضحى يعني أن بعد العطلة مباشرة ستعقد مجالس الأقسام والتوجيه لجميع المستويات بالمرحلة الإعدادية وكذلك المرحلة الابتدائية وسيتم توزيع النتائج ابتداء من 12 يوليوز حسب المؤسسة وحسب الجهة بالنسبة لموعد الإعلان عن نتائج التالث الإعدادي أو المستوى الإشهادي الإعدادي سيتم كذلك مباشرة بعد عيد الأضحى لأن مباشرة بعد العيد سيتم وانعقاد مجالس الأقسام ومن بعدها ستظهر النتائج إن شاء الله أما الإعلان عن النتائج المراقبة بالنسبة للباكالوريا نقطة المراقبة المستمرة بدأت تظهر لكن لعدد قليل من التلاميذ فخلال الأسبوع المقبل إن شاء الله ستبدأ بظهور النتائج أو نقطة المراقبة المستمرة بالنسبة للباكالوريا وأي جديد ستوصلون به في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة